إلى ذلك دانا معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب هذا التفجير الإرهابي مؤكدا أن المحاولات الإرهابية الفاشلة لن تنجح في شق الصف ووحدة المجتمع الكويتي العزيز وتماسك المواطنين خلف القيادة الحكيمة وأكد الملا أن من يقوم بتلك الأعمال الإرهابية المجرمة لا يمت للدين ولا لأي مذهب بصلة فهو يسعى للفتنة والفوضى ومن الواجب التصدي له والتحذير من أعماله ومكافحة أنشطته وأفكاره مع ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي مؤكدا الملا استنكار مجلس النواب لهذه الأعمال المدانة التي تتنافى مع تعليم الدين والقانون والإنسانية معربا عن خالص التعزي والموساة لأسر الضحايا مشيدا بجهود حكومة دولة الكويت في مكافحة الإرهاب ومؤيدا كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات لحفظ الأمن والاستقار على أراضيها ولصالح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة مطالبا المجالس التشريعية الخليجية والبرلمانات الدولية إدانة الأعمال الإرهابية في ظل المستجدات التي تحيط بالمنطقة وتضمر لها الشر والعدوان وقدم معالي رئيس مجلس النواب خالص التعزي وعظيم الموساة إلى نظيره سيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على مصابهم الأليم كما قدم خالص تعازي لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة ولأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الانفجار الجبان سائلنا المولى عز وجل يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان موسيقى